كان عندنا خبر وتناولناه هنا في النمسا ميديا في قرائتنا الإخبارية وهو الخاص بقرار المحكمة الدستورية في فيينا اللي رفضت لجوء أحد الأشخاص وطبعا احنا عرفنا أنه هو من المكتب عندكو وكان هو وكان فيه حالة تانية لوحدة سورية وواحد أفغاني وده من ضمن يمكن القرارات اللي بدأت تخدها المحكمة الدستورية بناء برضو على العملية السياسية مرتبطين لاتنين ببعض ترحيب النمسا بترحيل اللاجئين اللي بياخدوا رفض خلينا نتكلم في عجالة هيكون معنا الشخص اللي هو صاحب القضية بعد لحظات بس عايز أعرف من حضرتك بعض التنويهات عن الموضوع هو للأسف القرار غريب جدا ومش أبدا متداول كتير وقرار مش كتير صادر قرار بالشكل دو لأن حد أدنى الشخص السوري من ساعة ما بدأت الأزمة بسوريا بييجي بيتقدم بطلب لجوء إذا خد حتى في أول درجة من عند البيئة فأه أخد رفض ماشي ساعة البيئة فأه في الفترات الأخيرة بيدي كتير رفض بس لما الشخص بيجي بيعمل التعان بيروح للمحكمة القاضي حد أدنى بيديره سنة يعني حماية مؤقتة سنة لأن سوريا الوضع فيها غير آمن وفي حرب فالشخص ما فيش ترحيل على سوريا في الوقت الحالي في النمسا لغاية دلوقتي بالنسبة للشخص دوت القرار كتير غريب كتير عجيب كتير يعني احنا مش قادرين نستقبله لأن هو عنده رفض من البيئة فأه عملنا طبعا روحنا للمحكمة المحكمة ادته كمان مرة رفض نهائي يعني لا حماية مؤقتة المحكمة الإدارية في فيينا ولا اديته حماية مؤقتة ولا اديته لجوء ولا اديته أي حاجة ولما اتعملنا الطعن في المحكمة الدستورية للأسف القرار اللي جي غريب جدا ان هو اتأيد القرار فده شيء أبدا مش طبيعي قرار المحكمة الإدارية بالزبط بالزبط فده شيء مش طبيعي اعتقد ان المحكمة الدستورية في فيينا دي آخر مرحلة في مراحل التقاري صح بس في محكمة تاني احنا لسه نقدم عندها برضو اطعن بس مش على مستوى النمسا النمسا كده استوى لا لا فيه في النمسا بالزبط بالزبط طب خليني هو معانا على التليفون ناخد برضو نسمعه ألو ألو يعطيك العافية استاذ أهلا بك ممكن بس تعليلي صوتك شوية بعد إذنك عشان أقدر أسمعك طبعا أنا مش هقدر أسألك حالتك النفسية عاملة سايب بالنسبة للقرار زي ده أكيد طبعا الموضوع بالنسبة لك موضوع سايب بس أنا ليهمني أعرف كان في جوة ضمن القرار نفسه فحثياته يعني كان موجود أني انت عندك انت انساء مش معارض وبرضو عندك اسرتك تمتلك ثروة مالية تتيح ليك العيش يعني في سوريا بشك بصورة افضل هم عرفوا منين ان انت عندك ممتلكات او اسرتك او الكلام ده جي منين استاذي اول شغلة بالنسبة للي اول شغلة اهلي من سكان الاحياء العشوائية في دمشق اي اول شغلة سكان الاحياء العشوائية في كل العالم ما في حدا معه غني وضع المادي بالنسبة لأهلي عادي جدا واقل حد الشغلة التانية انا متعلم وطبيعي جدا اني اجي لهون ودور على حياتي الشغلة التالتة استاذي ماديا انا انسجنت بسوريا انا ماني معارض اشلون ماني معارض انا لكان ليش انسجنته علي اساس ثم استندوا على قولهم انه هو ثاري استاذي ما في حدا بسوريا ما في سوري دخل على سجون الاسد وطلع استاذ منها حسن سيره سلوك كل الهيات الناس بتدفعوا تمشي وهي السبب وعلى هاي النقطة انه انت دفعت فانت قادر تنزل اي شغلة استاذي استاذي الشغلة التانية انا اول مقابلة عملتها بالنمسا 26-21-21 اول كلمة توجهتها الي المحققة في هذاك الوقت انا لا اعتذر عن التأخير ليصار معاك باوراقك وانا كنت راح حررلك اشترافة والسبب ان انا سألتهم بعد اكتر من 8 شهور على انتظار انه انا ما عندي اي رد نعم فالسبب انه كان اتصالي عليها انه انا شو صار معك بالاوراق انا هل هانتظر كثير والجواب كان انه انت بعد المقابلة المقابلة طبعا اخذت تفاصيل كثير عطوني وسألوني اسئلة شخصية جدا اي طب هل من ضمن الاسئلة دي كان فيها اسئلة قدرت انت تقول فيها ان انت او تتعرض فيها بشكل او باخر ان انت اسرتك عايشها حياة كريمة عندكم ممتلكات ولا الكلام ده جابوه منين لان ده موجود في منطق الحكم بتاعك استاذي الكلام هذا انه انا لاني انا سألوني كيف طلعت من السجن انا دفعت مصاري لطلعت من السجن كحال كل السوريين اللي دخلت سجون النظام النظام المجرم دائما في ضابط فاسد ينوجد بمكان معين نظام الاسد كله فاسد استاذي وهذا السبب انه انا كان وقتها معي حظ وطلعت من السجن انا اليوم ما امن على نفسي اي نقطة نقطة تانية استاذي انا اكتر من نصف عائلتي سبع شباب من عائلتي استشهدوا بين مجازر قام بها النظام وبين اخرى نعم يعني استاذي طب انت بنسبة لك واحترق بيته واحترق بيته واحترق بيت جده واحترق بيت عمه استاذي يكون مؤيد طيب محبين اسأله سؤال طيب استاذي نيفين عايزك سألك سؤال انا هل انت معارض لنظام السوري ولا مؤيد لنظام السوري استاذي نيفين بالطبع انا معارض ايه الحاجات اللي انت عملتها ماشي ايه الاجراءات اللي انت عملتها تثبت ان انت معارض لنظام السوري استاذي نيفين أنا خرجت مباهرات في سوريا ممتاز تمام تمام هل أنت أنا طبعا بعرف كل التفاصيل بس أنا حابة أني أنت تحكي ده بنفسك هل أنت حكيت بالمقابلات بتاعتك أن أنت طالع مظاهرات استاذي نيفين أنا فصلت لهم أول عشر أيام بالتحقيق شلون إلي وأنا ذكرت اسم المحقق اللي كان يحقق معي بالسجن وأنا ذكرت أي فرع كنت وهاي كلهم هاتم لا أخذوا بعين الأكبار أنا لما اليوم جيب اسم ضابط سوري أنا كنت عنده عم تعذب وكنت استاذي نيفين أنا قبضيت عشر أيام مشبوح مشبوح يعني متعلق على السقف تمام تمام خلي بالك أول نقطة هو ذاكر هو أنت أنه هو معارض وطلع مظاهرات وطلع مظاهرات يبقى مش مؤيد طلع مظاهرات ضد نظام السوري طب هم هم إزاي قالوا في القرار نفسه وكاتبين هنا اللي انتشر أنه هو غير معارض هم بقى كتبوا بقى ده مكتوب ماشي ما نجدعوه بيه بس الحقيقة والواقع والأقوال موجودة في البروتوكول بتاع البيئف أو بتاع المحكمة هو ذاكر كذا مرة أنا معارض وطلع مظاهرات النقطة التانية هل هو لسه معنا على الخط هو موجود معنا تمام هل أنت قضيت الخدمة الإلزامية بتاعتك في الجيش السوري لا أستاذ أنا ما خدفت جيش تمام هل أنت عندك الرغبة هل أنت عندك الرغبة أن أنت تخدم في الجيش السوري أستاذ نيفين أنا ما عندي رغبة لأخدم لا بالجيش السوري لا قبل الأحداث ولا بعد الأحداث ما نجعه قبل الأحداث لأن قبل الأحداث دي قصة تانية قبل الأحداث ده واجب وطني المفروض حسب البلد بتاعتك أنت بتقديه هذا دستوريين ده إلزامي بالضبط ده إلزامي حتى أنت هنا برضو يعني بعد أنت حتى لو خدت جنسية والسن لسه هيدعوك للجيش برضو خد بالك يا دكتور ممضوح الكلام ده اللي احنا بنعود نذكره كل مرة في الحلقات التدريب هو الجملة دلوقتي خطيرة جدا الجملة دي لو أي حد في مقابلة قالها يتحط عليه ألف علامة استفهام إيه هو أنا حتى قبل الأحداث ما عنديش السعادة إن أنا أخدم جيش إحنا بنقول ليه إنت تعرف إن في الوقت الأخير دوت القضاء كتير جدا والبيئة في آه بيسأل الأشخاص يقوله لو إنت دلوقتي في النمسا ومعاك الجنسية النمسوية هل إنت بتقدي الخدمة الإلزامية للجيش ولا لأ وبيسأله كمان سؤال تاني بيتكرر علي وبيعدي علي كتير طبعا لو الأحداث مش موجودة في سوريا ومفيش حرب ومفيش بتقدي الخدمة الإلزامية ولا لأ إذا شخص بيقول لأ معناته إذن إنت مش مشكلتك دلوقتي مع النظام إنت قريدي مش حابب الجيش إنت عندك قصة تانية فالجملة اللي هو قالها خطيرة جدا إحنا بنقول ليه دلوقتي الناس هربانة من الجيش من أول الأحداث لإني مطلوب منهم إن هما يطلعوا يقتلوا أطفال وأبرياء ويعملوا عمل إجرامي تمام أما لما وحد يقوله أنا كده كده مش عايز أخدم جيش دي جملة سيئة تمام فإحنا طبعا مش نقوله عليها دلوقتي أنا كان قبلي أنا كان كلامي أنه ما بدي أخدم جيش من قبل ولا بعد الثورة أول شغلة لأنه أنا في من قبل الأحداث أنا والدي اعتقل من قبل الأحداث لأنه كان الدقنه طويلة طبيعي ليطلع أنا معارض تمام يعني إذا هو معارض شوف هو معارض حتى من قبل ما الأحداث تحصل والحرب تحصل طيب خليني أسألك سؤال تاني شغلتين يا ستاة نيفين إحنا كنا يعني إحنا سألوني بالمقابل أنت لقي حزب قلت له إحنا ما كان في حزب بسوريا إحنا كان إجباري بس صار عمرك بعمر الثانوية غصبا عنك المدرسة هي اللي تعمل لك ورقة حزب ورقة الحزب هي عضوية غصبا عني إجابة ما عضوية حتى نصير نصير يعني بس مشترك اسمك ضمن الامتخابات لتزوير تمام خليني أخذ منك نقطة تانية أنت منين من سوريا خليني أقول ولدتك فين؟ يعني أنت تولدت فين؟ ومعيشتك فين؟ وعيشت طول حياتك فين في سوريا؟ أنا ولدت في دمشق وعيشت طول حياتك في دمشق؟ مين اللي مسيطر على دمشق؟ وعيشت طول دمشق مين اللي مسيطر على منطقتك اللي أنت عيشت فيها؟ ميليشيات النظام ميليشيات النظام أستاذي خلي بالك بقى أنت بجاي بتقولي دلوقتي من حيثيات اللي نزلت في الحكم أو في القانون أنه هو من منطقة أمان لما أنت بتقولي أن دمشق اللي مسيطر عليها النظام السوري أمان أم الإدلب والقامشلي والحسكة والحاجات دي اللي بقيت عن النظام دي تبقى إيه؟ استنادهم في الموضوع ده أن الأماكن دي ما كانش فيها عشان النظام ماسكها فما فيهاش مظاهرات وكانوا بيمنعوها لا كان فيه مظاهرات طبعا لا في دمشق يمكن ريف دمشق آه بس الأحداث الأحداث في سوريا اللي أنا عارفها لغاية الـ 2013 كان كله بيطلع مظاهرات صح كلامي ولا أنا بقول شي كنت عندكم أنت طالع مظاهرات ببداية الأحداث كله ببداية الأحداث بغاية الـ 2015 كان فيه مظاهرات في دمشق بالزبط طيب انت دلوقتي انت دلوقتي بعد اللي انت وصلتله والقرار اللي خارج بالخطوة بقى القادمة اللي انت ناوي تعملها إذا كان هناك فيه طرق أخرى من طرق التقاضي اللي جيدة إحنا اللي هنعمله هلأ هذا هاي الموضوع راح نتكلم فيه ناوي الأستاذي نيفين في المكتب مهم نعم وفيه ناوي الأستاذي طيب وبيقول الموضوع ده هيتكلم فيه لما ييجي عندنا المكتب معنا طبعا يعني أنا بوعده طبعا ان احنا أكيد مش هنسيبه لغاية آخر لحظة بإذن الله حد ما الأمور بتاعته تتحسن ويبقى بأفضل حال لأنه أكيد طبعا دلوقتي منهار نفسيا لأنه القرار عجيب من نوعه فمشو الله مش هنسيبه طيب بشكرك أنا وربنا يوفقك ونتمنالك طبعا ان انت تحصل على حقوقك وأكيد طبعا طالما عندك حق فلا يضيع حق ورائه مطالب أشكرك شكرا جزيلا شكرا احنا دلوقتي وصلنا قلنا ان المحكمة الدستورية بعد مرحلة التقاضي الأخرى آه دلوقتي احنا عمله ريفيزيون إن شاء الله بإذن الله الأمور تمشي يعني في كذا حل احنا بإذن الله مش هنسيبه وللما الأمور بإذن الله بتاعته تتزبط طب نتمناله طب أنا بالنسبة للموضوع ده ويمكن لا فتنظري وإحنا بنتكلم معاه لقاطنا كامل جملة هم من الخطأ صح إيه الحاجات اللي ممكن اللاجئ أو صاحب المشكلة ممكن يقولها توقعوا في خطأ أكبر من اللي هو موجود يعني ممكن يكون هو اللي بيضيع نفسه بنفسه صح 100% اللي المفروض ما يقولوش 100% تتذكر إحنا قلنا في كذا حلقة قبل كده وكل مرة هفضل أقول هفضل أقول هفضل أقول التدريب قبل المقابلة هو دلوقتي يتكلم معنا خمس دقايق قانونيا أنا بحط نفسي دلوقتي كأني أنا القاضي أو المحقق تعرف كام خطأ بدون ما هو ما يقصد هو ما يعرفش أنه غلط هو بيسر قاله هو بيحكي قصص حقيقية بس هو قال كذا حاجة تكون دي زي ما تكون تدري الواحد بيضا مقشرة إن هو يرفضه عليها نقطة ذكرناها له وهو بيتكلم عشان ما رجعش عاية في بقى بعض الحاجات الناس بتقولها وأتمنى الناس تنتبه جدا 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 للي بتقول أول حاجة زي ما هو النقطة اللي قالها أنا لو في جيش مفيش جيش في نظام مفيش نظام أنا كده كده مش عايز أخدم الجيش دي أول نقطة عندك نقطة تانية مهمة جدا إن واحد يقول أنا جاي من سوريا أنا بكلم دلوقتي على السوريين أو برضو الدول الأخرى بس مركزين على السوريين أنا جاي عشان وضع الاقتصادي في سوريا سيء جدا الحياة صعبة مفيش أكل مفيش شرب عايزة جيب أولادي هنا عشان يغضوا تعليم أفضل ويعيشوا عيشة أفضل معناته إن انت كده حضرتك قاعد ده خصوصا بقى لوحد جاي في 2024 الأحداث بدأ من 2011 حدك جايلي بقى بعد 13 سنة ولا 14 سنة قررت تيجيوا على أوروبا وقعدت عملت بحث ولاقيت إن النمسا دولة جميلة وبريد دي مساعدات حلوة وبريد دي مساعدات أطفال فأنت جاي عشان تحسن وضعك المادي فدي أول نقطة بتضرك مش بتفيدك ده بتحول لاجئ اقتصاد بالزبط دي بتضرك مش بتفيدك نقطة تانية هو كمان الشاب ده ذكرها قال إيه كرسة أنا دخلت المعتقل ودفعت فلوس وخرقت يا سلام إذن انت كان معاك فلوس لا مش بس انت معاك فلوس انت جيت تهريب برضو انت تساعد على التهريب أكبر من كده مش بس ان انت معاك فلوس تدفعها ده حضرتك الدنيا عندكو حلوة قوي انت بتدخل المعتقل عند نظام احنا بنقول انه هو مجرم وبيعزب الناس وبيضربها وبيقتلها والعملية بسيطة جدا انت بتجيب حد تديه له فلوس بيطلعك يعني انت ما عندكش خطورة يعني خلينا عشان الناس تستوعب معنا الفكرة وبرضه هم عارفوا دلوقتي برضو انه حتى موضوع الجيش بتدفعه وتخرج من الجيش دي دي نقطة تانية بس النقطة دي قد ايه خطيرة يا دكتور ممدوح حضرتك انت دلوقتي لو انا دلوقتي دخلت المعتقل في النمسا لأي عمل كان ايا كان لعمل ارهابي انا دلوقتي عملت عمل ارهابي ودخلت المعتقل هل اي حد يقدر يدفع فلوسه يطلعني لا حتى لو مستحيل صح صعبة جدا اذا ده حصل معناته ان العملية سهلة سهلة فانت لما تقول انا دخلت المعتقل ودفعت فلوسه وخرجت ده ما نقدرش نحكي فيه بس انت كده بتأكد له فكرة ان انت تقدر تشتري اي حاجة بالفلوس تقدر تطلع من المعتقل بالفلوس يبقى اذا خليك في بلدك ولما تتمسك تاني ادفع واطلع طيب هنشوف بقى الموضوع ده هتنهن لا قصة في كم نقطة تانية مهمة في كم نقطة تانية مهمة بس عشان الناس تبقى وعية لان بجد دي نقطة خطيرة جدا النقطة التانية المهمة ان حضرتك تقول انا دفعت على الطريق وانا جاي في التهريب مبلغ كبير جدا 10 تلاف دولار او يورو 12 الف وتيجي هنا لما يقولك ادفع بدل تقوله ما معيش فلوس طب ما انت حطت على الطريق اللي انت حطته على الطريق ده كله عشان تيجي على اوروبا حضرتك ادفعه بدل وخليك قاعد في بلدك لان دلوقتي امكانية البدل موجودة وهما بيقولوا عليها فاذا انت ما عندكش مشكلة فيها في نقطة تانية كمان مهمة جدا هي ان انت تقول عندي املاك كتير في سوريا عندي واحد تخيل امت هو قاعد جي قدم طلب لجوء سوري وقاعد بيئ الكامب بتاع اللاجئين جالوا مقابلة في البيئ فا راح للمقابلة فبيسألوا بيقولوا عندك املاك في السوريا بتاع ام قالوا اه عندي ورث ليه انا واخواتي حين 11 واحد والورث ده حوالي 50 الف يبرو تخيل كده ممكن يكون رد فعل المحقق يعمل ايه اكيد هيرفط طبعا جاريت بس رفض اول حاجة كتب وطردوا من الكامب ده راجل غني عنده 50 الف يورو في سوريا طلعوا من الكامب اللي هو فيه وطلبوه بكل المبالغ اللي النمسا دتهاله كمساعدات اكل وشرب وسكن وي 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 لازم يرجعها للدولة الحاجة الثالثة اداله رفض الجوء قالوا انت راجل غني انت عندك فلوس اذا انت لما بتذكر ان انت عندك املاك كتير وعندك بيوت وعندك دوت انت بتفكر ان انت كده لما بتقول دوت حاجة كويسة ليك ولكن هي في الواقع بتكون سبب قوي جدا ان هو يقولك ارجع على بلدك اذا بعض الاشياء الناس بتذكرها في المقابلة بتاعتها هي بتضرها جدا بس هي مش عارفة ان ده بيدرها عشان كده افضل لو يتدربوا قبل ما يحكوا اي شي